موسيقى عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يضيفنا الكرام العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم جيتنا برضاكم لبيت دعوانا واحنا يبلغاكم مقلبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم جيتنا برضاكم لبيت دعوانا واحنا يبلغاكم مقلبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا إن شاء الله يهنا بالكم في ذلي لمعانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا إن شاء الله يهنا بالكم في ذلي لمعانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم شكرا 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 مساء الخير مساء الخير إذن يا أطفال رنا اليوم في ثاني محطة من جولة عم يزيد خلال هذه العطلة هذه تحبو العطلة؟ شكرا 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 يا أطفال لهنا تلاقيت مع وحد الأطفال كان عندهم المعدل أكثر من تسعة شكون اللي كان عنده المعدل أكبر أكثر من تسعة شكون تعالي تعالي شكون تاني أكثر من تسعة تسعة فأكثر تعالي شكون تسعة فأكثر تعالى تسعة فأكثر تسعة فاكتر تسعة فاكتر تعالي 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 ثم كامل تسعة فاكتر جزائي العباغ عباغير انتوما الله يبارك أعطوننا تحية يلا شح حاجة المعادل وليدي تسعة فناش وانتي بنتي شح المعادل تسعة فاصل سبعة وثلاثين تسعة فاصل سبعة وثلاثين وانتي تسعة فاصل خمسين الله يبارك وانت تسعة فاصل فاصل سفر ستة تسعة فاصل سفر ستة وانتي تسعة فاصل خمسين تسعة خمسين وانتي تسعة فاصل خمسين الله يبارك وانتي تسعة فاصل تسعة وخمسين تسعة فاصل تسعة وخمسين وانتي تسعة فاصل 82 so 7 ثلاثة 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 ضع لد كيف حقا، أروح مننا أنت؟ ما عليك؟ وأنت؟ سعى فاصل واحد وثلاثة اللهي يبارك، أقعد هنا، وأنت أولادي، شحال؟ سعى فاصل واحد وثلاثين ما أردت منه؟ ما أردت منه؟ ما أردت منه؟ ما أردت؟ ما أردت؟ سعى وثلاثين، اللهي يبارك، كيف؟ شاطر، أكتب؟ هيا أقعد معنا هنا أقعد معنا هنا إذن أرجعوا شوية يا أطفال عم يزيد يحب الأطفال اللي يقرأوا مليح على بلكم باللي المثابرة في الدراسة مهمة جدا عم يزيد يحب الأطفال اللي يقرأوا مليح لأن والديكم ينتظروا منكم أنكم تنجحوا تعرفوا الأغنية ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي تعرفها ويلتي يا ويلتي لن أقم بواجبي ستعاقبني معلمة لك ستسل عقاب درست برافو 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 عباك وش عجبني فس كل أغنية تقول ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي سنقوم بواجبي بالرغم على ما درتك وقال لكم لن أقوم ما هو شمع أول قاعد يقوم بواجبات لازم تقوم بواجبات يا أخي أولدي أربي طول عمر كوليدي ماما أنا نحبك تعالى تعالى أروح 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 واسمك كوليدي أيوب كنون وش حبي تقول لي أيوب أنا نحبكم بزم بزم أنتم متاني تحبوها أموالف تشوف حصة عمو يزيد أموالف أحبب أنت أنا المعاق غنيها معاك أنا المعاق وأنا المعاق يا رب نسيها غنيها لي عمو يزيد خلاص هذه الأغنية نهدوها الكامل ذوي الاحتياجات الخاصة لرم معنا مرحبا بكم مرحبا بكم يا أطفال الإعاقة هذه رسالة نوجهها بما أنه اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة غير كما مر لازم نعرف كيفاش نتعامل مع هذه الشريحة لأنهم ناس كما احنا كلهم أشخاص كما احنا هدوك تاني كلهم إنسان لازم نعرف نتعاملوا معهم عمو يزيد لهم أغنية لماذا؟ لأني حبيت فيهم المثابرة حبيت فيهم الإرادة الأغنية نقول فيها أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إله ربي قادر أرادني عديمة لكنني أثابر لغاياتي العظيمة إذن تقنوا كامل معي أنا المعاق أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إله ربي قادر أرادني عظيمة لكنني أثابر لغاياتي العظيمة زماني لو يطول تحدي لقمول سأسعى للوصول بغاياتي العظيمة زماني لو يطول تحدي لقمول سأسعى للوصول بغاياتي العظيمة أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة بإرادتي وعزيمة بإرادتي وعزيمة إله ربي قادر أرادني عظيمة لكنني أثابر لغاياتي العظيمة أنا مثلي كالشباب أتحتى هالصعاب أدق كل باب لغاياتي العظيمة أنا مثلي كالشباب أتحتى هالصعاب أدق كل باب لغاياتي العظيمة أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إله ربي قادر أرادني عظيمة لكنني أثابر لغاياتي العظيمة أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي ولما كل الغاياتي لغاياتي العظيمة أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي ولما كل الغاياتي ولما كل الغاياتي لغاياتي العظيمة أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إله ربي قادر أرادني عظيمة لكنني أثابر لغاياتي العظيمة لغاياتي العظيمة سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لغاياتي لغاياتي العظيمة شكرا 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 في الأسوال خلكم شها مع الميازين شكرا شكرا أيوب شكرا 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 إذن يا أطفال الإعاقة في أغلب الأحيان هي إعاقة ذهنية الإنسان لازم تكون عنده إيرادة حتى يتخطى الصعوبات يا أخي هذا وعده وش رأيكم دركا شكول يقدر يقول لي وقتاش تاريخ تعليوم الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة وقتاش 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 مالس ألف وتسعين يوم بني نوستي أعطيلي الهدية تعوى لازم نعطيلي هدية لأيوب قال اليوم الوطني لذوي إحتياجات الخاصة يوم 14 مارس إذن أيوب لا لا تدهي لا 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 من وقتاش نعطي الزوملي نعطي السعدوي نعطي السعدوي أرواح نقدم الخوية سعدوي هكذا سعدوي هدية من عند رامي شكرا لا تدهيكم ماليش شوفوا هذا عمو يزيد عنده مفاجة فانيا قولها الإثار تكسحها تكسحها حبيت اليوم نشكر ناس اللي بفضلهم رنه هنا جولة عمو يزيد عبر مدن الوطن هي برعاية مجمع الشروق الإعلامي شركة رامي شركة شيبس مهبول وحبيتكم معايا اليوم تعطوا لي تحية 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 الرئيس دائرة الحمدية تحية 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 على بالكم أول شيء كيجي الداخل للقاعة الصباح كانوا ناس على كل حال مرحبا بيهم رئيس الدائرة صبته هنا على رأس الفريق اللي كان ينضم كان هو اللي ولاني هنا الصباح والله نعم الناس تحية أخرى من فضلكم تحية أخرى شكرا 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 ونشكروا كامل الفريق اللي عمل معاه ما نقدرش نسميهم بالواحد ولكن نحبوهم كامل اللي بفضلهم اليوم هذه الحفل الأقيمة منهم موديلية الشبيبة والرياضة لولاية برج بوري ريج بلدية الحمدية دائرة الحمدية وولاية برج بوري ريج يعطيكم الصحة الإذاعة كذلك اللي كانوا معنا رفقونا كذلك والناس اللي نسيتهم يسمحوا لي ولكن بفضلكم كامل اليوم رأنا هنا بش نفرحوكم موسيقى اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 اليوم شوف شباب هدا اليوم العالمي للبيئة واحدو تلاثين ديسمبر ها واحدو تلاثين ديسمبر لا 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 واسمك بنتي واسمك دلوله عبيت عبيت واسمك دلوله عبيت الله يبارك الله يبارك واختش خمسة جوان خمسة جوان تعالي تعالي الشطرة تعالي تعالي اليوم العالمي للبيئة هو يوم خمسة جوان تعالي بنتي اعطيني الهدية تحا اذا بنتي راعي هذه الحفلات شركة شيبس مهبول يهدي لك هذه الهدية ان شاء الله تستفادي بها شكرا العفو العفو بنتي تقدري تبقى معنا لا حبيتي كما تحبي ألا بلكم على شكوت لكم اليوم العالمي للبيئة شكون هو الإنسان اللي نحترموه ونحبوه وينظفنا المحيط واسمو واسمو السجرة الإنسان الإنسان اللي نحترموه الرسول لا 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 إنسان يعيش معنا ينظف المحيط واسمو واسمو عامل النظافة انت واسمك انت فؤاد مخلوف فؤاد مخلوف الله يبارك شحال في عمرك ها شحال في عمرك عشر سنين عشر سنين شكون هاد الإنسان عامل النظافة عامل النظافة برافو برافو إذا نتغنو كامل معايا عمي عمي يا مصطفى تنهضوا في الصبح الباكر راح نتغنو بهاد الإنسان اللي نحبوه كامل ونحترموه دحية لكل عمال النظافة يلا عمي عمي يا مصطفى تنهضوا في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر عمي عمي يا مصطفى تنهضوا في الصبح الباكر يا عمي لنظافة تتعب دوما وتخاطر تعمل ليلا ونهارا من أجلنا دوما تغدو دهرك يمضي إبكارا فيه حر وبردو تعمل ليلا ونهارا من أجلنا دوما تغدو دهرك يمضي إبكارا فيه حر وبردو عمي عمي يا مصطفى تنهضوا في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر تتحمل كل تعب من أجل قوت اليوم تسعى دوما في طلبي لقمة عيش لا تنمي تتحمل كل تعب من أجل قوت اليوم تسعى دوما في طلبي لقمة عيش لا تنمي عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر هي أوساخا تحمل لا تبالي بالأضرار في كل حال تعمل كم تلقى من أخطاري هي أوساخا تحمل لا تبالي بالأضرار في كل حال تعمل كم تلقى من أخطاري عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتقاضر فمقامك عند الله أكبر أكبر لو تعلم وشريف عمل نراق ووصف طبعا أعظم فمقامك عند الله أكبر أكبر لو تعلم وشريف عمل نراق ووصف طبعا أعظم عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتقاضر عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتقاضر عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتقاضر شكرا 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 إذن يا أحبائي عامل النظافة إنسان مهم لازم نحترموه وعلى بالكم لما تروح تخرج القمامة لازم ترد بالك ما يكونش فيها الزاج ما يكونش فيها الأشياء اللي تجرحوا على بالكم يا أخي هذوك لازم يكونوا وحدهم عامل النظافة لازم نسهلوا لعمل تاعه لازم حتى القمامة تكون مربوطة مليح وكامل يا أخي كيشتو عمي يا زيت فرحت ولا ما فرحت فرحنا وش لك حاب تقول عمي يا زيت الله يبالك فيك ايه وش تقوله ثاني تحب عمي يا زيت نحبه مزيف ولا شوية مزيف صعب والله مبادرة طيبة إن شاء الله ونشكركم ونشكر عمي يا زيت إن شاء الله ونشكر للناس اللي قايمين على المبادرة طيبة هذه إن شاء الله وربي وفقكم إن شاء الله وفرحتونا لوليدات إن شاء الله وربي هانيكم ومنشوش إن شاء الله السلطات هذه اللي قايمة بدورتها كما ينبغي خاصة شفت دايرة وخاصة الميلة البلدية الحمادية وشبي براها قايمة إن شاء الله وبرك الله فيكم وربي يحفظكم إن شاء الله ونقوله 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 وكثر خارك عمي يا زيت على كلش ومرحبا بيك وقوله ونحبك تحبيها ميازين صاحب مبادرة ما شاء الله مشكورين لقاموا بهذا المجهود وإحنا اللي هنا في الدائرة التانية خاصنا شويةها مبادرات التاع الأولاد هذو والحمد لله اللي تفكرونها بفضل رئيس دائرة هذا ومشكورين سرطات المحلية والبلدية ويعطيهم الصحة على هذا المبادرة ونشكر كل من ساهمة في نجاح هذا الحفل إن شاء الله وما رحبا بيكم كي ضيوف أنتم من شاء الله وشك حب تقوله عمي يا زيد عجباتك المبادرة وشك حب تقوله ونقوله يعطيك الصحة ويعطيتنا فرصة لهذه الأولاد هذه المبادرة مليحة ونشكروا لهذه المبادرة دي زها فيها دي شاشرة صغار خليهم يفرحوا مع نهاية الفصل دراسي ونشكروا بالبزاف وسلام عليكم